السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ويا رب دايما بخير الفيديو النهاردة عن ايه معنى تفسير البنطلون الجنز في المنام وقبل اي حاجة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام معناه دايما اعرف انه في تغيرات مقبلة يعني لما شوف كده ان حد اعطهوني او ان انا ارتديته ده معنى ان فيه تغيرات كبيرة اوي جاية بس التغيرات دي جاية ايه سهلة كده ويسيرة يعني حد هيدخل في حياته تيسير حيسعف حاجة وهينولها لا دي تغيرات جاية بس فيها صعوبة كبيرة اوي يعني بمعنى اصاحي كده ان الشخص ده اذا كان في عمل وفيه مشقة او فيه صعوبة وشايف البنطلون الجنز فدي بتقول له لا انت هتخلص من المشقة وحتدخل فيه تغيير عظيم جدا وحتستبدل عمل بعمل ولكن مش بسهولة ده لسه فيه فترة شدة هنتخلص منها الاول وبعدين هندخل في المرحلة دي فهي استبدال او تغيير ولكن هنا من بعد مشقة طيب لو حد عنده تعطيل في حياته وشاف ان حد بيهدي او انه اشترى البنطلون الجنز هنا مش بمعنى زواج لا هنا ده بمعنى انه هتدخل في مرحلة جديدة وفيه تغيرات هتطرق على حياتك التغيرات صحيح محمودة بس هنا مش بمعنى يسر يعني مش بمعنى كده ان بسرعة امورك الفترة اللي جاية هتلاقي الدنيا تغيرت والتعطيل زال لا ايه بتقول لك فيه فترة انت بتمر بيها بمشقة ولزالت موجودة لفترة مؤقتة ومن بعدها ابشر بانفراجة لكن لسه شوية فهي بتبشر ايوة فيه تغيير لكن لسه شوية وقته ما بتكونش من رموز التغيرات السريعة طيب لو حد شاف انه لابس البنطلون الجنس ولكن ديق عليه هنا معناها ايه هنا ده معناه انه فيه تغيير جاي الفترة المقبلة بس التغيير هنا مش للأفضل التغيير هنا وخلي بالك انه رؤية دي بتيجي للي في وضع محمول لان دي بتعود على انه داخل في تغيير في ناحية شدة يعني الشخص ده داخل في فترة مشقة داخل في فترة ضيق طب الضيق ده في ايه للي بيعمل البنطلون الجنس انه ييجي يضيق ده معناه داخل في فترة ضيق في ناحية العمل فيه مشاكل في عمل وفيه صعوبات، فيه شدة طيب للشخص اللي عنده مشاكل زوجية ويشوف الرؤية دي ده معنى ان الامور مش في طريقها للحل بالعكس الامور هتلاقي ان الفترة اللي جاية بتشتد اكتر او ان المشاكل بتزيد طيب لو حد سلبك البنطلون ده يعني انت مشتري او انت معاك بنطلون جينت وشفت ان احد اخده منك انت اصلا لا ارتديت ولا حاجة هو حد سلبه منك فده معناه انه لو الشخص ده معلوم ليك في الرؤية ده تحذر منه لان ده هيكون سبب مشقة ليك الفترة اللي جاية طيب لو حد مجهول هنا الرؤية بتكون تحذير ان ما تستمعش الرأي اي حد الفترة اللي جاية لان الشخص ده هيكون سبب في ان امورك بدل ما تتبدل للافضل لا هي هيحصل تعصرات وهيحصل مشاكل بسبب مشورة خاطئة من شخص فالبنطلون الجينت من رموز التغيرات السريعة اللي هتحصل ولكن من بعد المرور بفترة شدة او فترة سوء مؤقتة مؤقتة يعني اعرف على طول طالما شفته مش بعد الرؤية على طول ان الامور هتتحل لا في فترة مشقة مؤقتة ومن بعدها سرعان ما هتتبدل الامور وعلى حسب التبديل هنا للافضل او للاسوأ زي ما ذكرنا في الفيديو يا ريت ما ننساش نصلي على الرسول عليه السلطة